كفتن البحرين كيف شفتهم؟ صراحة يعني لعبوا برجوله بتركيز يمكن فوس تاريخي يعتبر كفتن جيل حدار رجولي ونتمنى إن شاء الله جيل على أحبيل أنا أشوف جيل محمد سالمين إن شاء الله ترى على أحبيل محمد سالمين كلهم في الفترة هذه نتمنى إن شاء الله يكونوا ما تكون بس هي مباراة وراحت اليوم من المرشحين الكبار فريق استرالي للوصول للنهايات لكن المنتخب البحريني أثبت قوته جدارته، تركيزه وقدر يسجل في آخر دقائق يعني إن تلاحظ الإحصائيات في المباراة فرق كبير لكن خذوها برجوله ويستهل أهم ثلاث نقاط اليوم في التصفيات كلها الإمراض خارج الديار والبحرين خارج الديار فريقين خليجين بدعوا شوف دائما أنت متى ما بديت صح؟ هذه المفروض أن النتائج الإيجابية تعطيك دافع أكبر أنك تتقدم للمباراة اليوم أنا كابتن يعني غطيت أكثر من تصفيات دائما إذا بديت صح تقدر حتى لو صار تعثر في النص تعدله، صحيح. بس إذا بديت غلط يستمر معك محاولة تعديل هذا التعثر لو صار تعثر جديد، خلاص تتورط صحيح، مثل ما قلت لك مثل ما بديت صح هذا يعطيك دافع أكثر نتركز أكثر يحمسك أكثر الجماهير تتسادك بشكل كبير تعطيك الدافع وهذا اللي نتمنى في المنتخبات العربية كلها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر